يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على ضياء حياتنا المشرق ونورها المتألق سلام على منبع الطهري المتدافع المتدفق إمام زماننا الحجة بن الحسن القائم بالحق سلام على شيعته ومنتظره سلام عليكم ما بين واقعين واقع الدنيا وواقع الدين حديث سمر بين المحبين وزبدة قول للمنتظرين الحلقة السابعة اعلموا انما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراغ مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور هذا هو الجزء الثالث من عنواننا المتقدم في الحلقتين السابقتين العباسيون القدماء والجدد وكل الكلام جواب على سؤال طرح في بداية الجزء الأول من هذه الأجزة هل أن المرجعية في النجاف قطعا الحديث عن المرجعية عموما وعن المرجعية السيستانية خصوصا هل أن المرجعية في النجاف والحكومة الشيعية في المنطقة الخضراء في بغداد هل هؤلاء هم العباسيون الجدد إنني أجبت بالإيجاب بحسب وجهة نظري أنا حر فيما أعتقد ولا أطلب من أحد أن يوافقني على ما أقول لكنني بيّنت أيضا من أنني لا أعلم الغيب المطلق ولا المقيد ولا أمتلك المعطيات الكاملة بخصوص هذا الموضوع ولست من الذين يلون أعناق الأحاديث كي يوظف مضمونها لصالح اتجاه سياسي يذهب هواهم معه أو أنهم ينتفعون من الانتماء إلى مرجعية من مرجعيات الضلال في النجاف فلأجل كل ذلك يحرفون مضامين الأحاديث مثل ما يفعلون الآن على الفضائيات وعلى المواقع الألكترونية أنا لست من هؤلاء أنا حر ومستقل بتمام معنى هاتين الكلمتين الحقائق والأدلة والوثائق هي التي تقودني ومن هنا فإنني حينما أقول من أن العباسيين الجدد هم هؤلاء مرجعية السيستاني وحكومة الشيعة في المنطقة الخضراء في بغداد إنني أستند إلى المعطيات المتوفرة مع أنني أقر من أن النصوص التي بين أيدينا تعرضت للتحريف والتصحيف وسقط منها ما سقط من عبائرها وجملها وكلماتها بنحو متعمت وبنحو غير متعمت وحذفت بعض الأسماء الصريحة من هذه الروايات المعطيات المتوفرة بين أيدينا نصوص وواقع أتحدث عن واقع تأريخي للعباسيين القدماء وعن واقع معاصر للعباسيين الجدد هذا ما أعتقده بحسب المعطيات المتوفرة لو استجدت معطيات جديدة يمكن للنتيجة أن تتغير لذا حين أقول هؤلاء هم العباسيون الجدد وفقا لهذه المعطيات وأنا لا أملك غيرها وبيّنت لكم في الجزء الأول من أجزاء هذا الموضوع الحكمة التي من أجلها يكون اهتمامنا بالأحاديث المهدوية بأحاديث الغيبة والظهور لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم تم الحديث في الجزئين الماضيين فيما يرتبط بالمقدمات وبالنصوص التي عرضتها بين أيديكم على سبيل النماذج التي تخبرنا من وجود حكم عباسي ثاني في بغداد والكوفة ومن أن الحكم هذا يأتي بعد حكم أموي هو الآخر في بغداد أيضا لكن لا علاقة له بالكوفة تلاحظون الدقة في المضامي؟ الروايات حين تحدثت عن حكم أموي في بغداد ما ربطت بينه وبين النجف وبين الكوفة لكنها حين تحدثت عن الحكم العباسي الثاني ربطت بين الحكام في بغداد وبين الحكام الحقيقيين في النجف إنها المرجعية الشيصبانية الشيعية البترية المرجعية الطوسية في النجف وصل الحديث إلى الجزء الثاني من المعطيات المتوفرة إنه الواقع الواقع بتأريخه بماضيه وبحاضره الذي نعايشه الآن سأجعل كلامي في عدة نقاط النقطة الأولى دين العباسي أتحدث عن العباسيين القدمة من الآخر من دون أن أطيل الكلام في هذا الموضوع سأحاول الإيجازة بقدر ما أستطيع من الآخر لا يستطيع الباحث الدقيق المنصف أن يجد ديناً للعباسيين العباسيون لا دينة لهم العباسيون لا مذهب لهم دين العباسيين الوحيد الرئاسة والزعامة هذا هو دينهم من الأول إلى الآخر ومن الظاهر إلى الباطن ولا شيء غير ذلك فدين العباسيين القدمة هو الرئاسة والزعامة هم لا يعبؤون بالدين لكنهم يحرصون على الزعامة الدينية لماذا؟ لأن الزعامة الدينية أكثر نفعاً دنيوياً من الزعامة الدنيوية نفسها فهم يحاولون أن يجمعوا بين الزعامة الدينية والدنيوية الزعامة الدينية قذرة جداً حينما توظف لأجل الدنيا مثل ما يفعل السستاني الآن في النجف وبنحو عام مراجع النجف ليس اليوم منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا يوظفون الدين لأجل الدنيا وما يظهرونه من زهد وفرع وسيلة عمل عدة شغل وسيلة عمل إنهم يصنعون المصائد والكمائن للشيعة كي يوقعوا الدخيين من أتباعهم في مصائدهم وفي كمائنهم لكي يحولوهم إلى كائنات ديخية غبية بتمام معنى هذه الكلمات كي يوظفوهم في برنامجهم الدنيوي وليس هناك من دين الدين ألعوبة وأضحكة بيد رجال الدين بيد آيات الله العظمى لقد ضحكوا على أشدادنا وأبائنا ولا زالوا يضحكون علينا وهذا الأمر فعله العباسيون منذ أول يوم إلى آخر يوم في دولتهم وفي وجودهم وحياتهم أتحدث عن العباسيين القدماء ولذا من الآخر دين العباسيين الرئاسة الزعامة يريدون أن يترأسوا على الناس هذا هو دينهم وليس هناك من دين آخر حينما يظهرون الولاء لمحمد وآل محمد فهناك مصلحة لتقوية رئاستهم وحينما يقفون مع المعتزلة هناك مصلحة وحينما 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 يأتون بمالك ابن أنس كي يكون فقيها الإسلام لماذا أتباع المذهب المالكي إلى يومنا هذا هم الأكثر بين المسلمين لماذا هم الأكثر بين المسلمين السنة لماذا هم الأكثر لأن الدولة العباسية قد دعمته ووقفت معه ونشرت مذهبه مع أن الخلفاء العباسيين ليس لهم من مذهب لم يكونوا على مذهب مالك ولا على أي مذهب ولا حتى على مذهب الكلب لم يكونوا على مذهب ولم يكونوا على دين دينهم الرئاسة مذهبهم الرئاسة ربهم الرئاسة نبيهم الرئاسة كل ما عندهم الدنيا هذا هو الذي نشأ عليه العباسيون ونشأت دولتهم وهذا الأمر تلاحظونه هو هضحا منذ سنة 2003 في الأحزاب الشيعية وفي المرجعية الشيعية لا شأن لي بالأكراد ولا بالسنة لأنني أتحدث عن العباسيين الجدد هؤلاء يلحقون بهم مثلما التحق البرامكة بالعباسيين القدماء ومثلما التحق السلاجقة وغيره العباسيون القدماء هم بن العباس هم أولاد عبد الله بن العباس جدهم الأعلى عبد الله بن العباس أولاد عبد الله بن العباس هؤلاء هم العباسيون القدماء وما يكون قريبا جدا من هذه الدائرة البقية ملحقون بهم الأمر هو هو الدائرة السيستانية وما يلتحق بها من الأحزاب الشيعية أكانت فعلا على الهوى السيستاني أم أنها تتخذ من الهوى السيستاني وسيلة لتسيير أمورها لكنها في آخر الأمر بالنتيجة العملية لا تستطيع أن تخرج عما تريده المرجعية السيستانية وإن لم تكن معتقدة بها من هنا فإن الحكم العباسية المركزة في النجاف عند السيستاني الأحزاب الشيعية في المنطقة الخضراء هي في هذه الدائرة في الدائرة العباسية القذرة الأكراد والسنة يلحقون بها هذا هو الواقع الذين يحكمون العراق ما هم الأكراد وما هم السنة هؤلاء لهم جزء من الحكم الحكم في العراق للشيعة للعباسيين الجدد والحاكم الفعلي هو السيستاني في النجاف ومن هنا فإن حكم العباسيين أصله في كوفان وينبع من كوفان والحال هو هو مثل ما كان في قديم الأيام هو في أيامنا الجديدة في أيامنا المعاصرة لا أريد أن أتشعب كثيرا في الحديث عن دين العباسيين الذي عنونته الرئاسة والزعامة ومن طلب الرئاسة هلك وأهلك فهم هلكوا وأهلكوا الأمة هذا هو الذي فعله العباسيون لعنة الله عليهم من أولهم إلى آخرهم أتحدث عن العباسيين القدمة سأقرأ عليكم ما جاء في الخطبة التأسيسية للدولة العباسية وأنتم حكموا بأنفسكم هذا هو تأريخ الطباري لمحمد ابن جرير الطباري هو الأخر لا يعرف مذابه الطباري لا يعرف مذابه هناك من يصنفه على الشوافع قريب من الشوافع لكنه ليس شافعية يبدو أن الرجل كان له مذهبه الخاص وهذا هو الذي أرجعه من خلال تتبعي لكتبه ليس للتأريخ فقط وإنما لسائر كتبه الأخرى على أي حال تأريخ الطباري تأريخ الأمم والملوك وهذا هو الجزء الرابع من طبعة دار صادر بيروت لبنان بمقدمة نواف الجراح وهذه الطبعة هي الطبعة الثانية ألفين وخمسة ميلادي إذا ما ذهبت بكم إلى صفحة ألف وخمسمية وخمسة وعشرين تسلسل هذه الطبعة متواصل من الجزء الأول إلى الجزء الأخير في أحداث سنة مية واثنين وثلاث إنها السنة التي تأسست فيها الدولة العباسية الدولة العباسية الأولى تأسست في الكوفة سنة مية واثنين وثلاثين للهجرة وسقطت في بغداد سنة ستمية وستة وخمسين للهجرة زمانهم طويل استمر زمانهم طويلا من مية واثنين وثلاثين في الكوفة إلى ستمية وستة وخمسين في بغداد وبعد ذلك انتقلت الدولة العباسية إلى مصر واستمر وجود خلفائها في مصر وهذا موضوع خارج عن بحثنا لكن عباسي بغداد انتهت دولتهم سنة ستمية أو ستة وخمسين بعد ذلك بدأ عصر للعباسيين في مصر حديثنا عن عباسي بغداد أول خليفة من خلفائهم السفاح أبو العباس السفاح وكان شابا كان عمره في العشرينات هذا هو المعروف عن أبو العباس السفاح لذا اختلف المؤرخون في عمره حينما مات أصيب بمرض ومات بسبب ذلك المرض المؤرخون يقولون هل بلغ الثلاثين أو زاد عليها قليلا أم أنه كان دون ذلك لأنه صار خليفة في العشرينات من عمره على أي حال لما بويع له بالخلافة وصعد المنبر كي يلقي الخطابة التأسيسية للخلافة العباسية وللدولة العباسية أتمنى عليكم أن تنصت لهذا الخطاب كي تعرف دقة مقصدي حينما قلت من أن العباسيين ليس لهم من دين دينهم الرئاسة فكل ما يقع في مصلحة الرئاسة يناصرونه ويقفون معه ويدعون إليه هم في فترة العمل السري خدعوا أتباعهم وخدعوا الناس من أنهم يدعون إلى الرضا من آل محمد وحينما خرجوا في بدايات أمرهم في خراسان مع أبي مسلم الخراسان لبسوا السواد حزنا على الحسين وقالوا من أنهم لا يخلعوا السواد حتى يطلبوا بثأر الحسين وحتى يأخذوا بثأر الحسين حكاية مفصلة أنا لا أريد أن أخوض فيها الآن لكن من خلال هذه الخطبة التأسيسية ستعرفون العباسيين مثل ما قلت لكم لا دين لهم لا مذهب لهم لا عقيدة لهم دينهم رئاستهم وزعامتهم لما صعد المنبر من أبو العباس السفاح لما صعد المنبر حين بويع له بالخلافة قام في أعلى في أعلى المنبر على أعلى مرقات فيه قام في أعلى كان واقفا قام في أعلى وصعد داود بن علي عمه من أعمامه وصعد داود بن علي فقام دونه فداود قام على مرقات دون مرقات أبو العباس السفاح فتكلم أبو العباس هذه خطبته فقال الحمد لله الذي اصطفى الإسلام لنفسه تكرمة وشرفه وعظمه واختاره لنا وأيده بنا وجعلنا أهله وكهفه وحصنه والقوام به والذابين عنه والناصرين له وألزمنا كلمة التقوى إذا أردنا أن ندرس تاريخ العباسيين من أول لحظة إلى آخر لحظة هل يوجد شيء من هذا الكلام هذا هو الضحك على الذقون ولكنهم يظهرون ما فيه مصلحة لرئاستهم قلت لكم ربهم الرئاسة دينهم الرئاسة إنها كلمة هارون للمأمون حينما قال له لو نازعتني الملك لأخذت الذي فيه عيناك المأمون ولده وكان يحبه كثيرا وكان مقربا عنده ويعتمد عليه كثيرا وهذا الكلام قاله هارون للمأمون حينما رأى المأمون كيف يتعامل هارون مع الإمام الكاظم وكيف يجله وأقعده معه على محله على محل قعوده فتعجب المأمون من هذا الشخص الذي يكرمه هارون هكذا هذا الكلام حدث لما ذهب هارون إلى المدينة إلى المدينة المنورة وزاره كبار القوم فما كان يعبأ بهم لكن حين زاره الإمام الكاظم تغير وضعه وتعامل معه تعاملا مختلفا فلما خرج الإمام الكاظم المأمون دفعه الفضول فسأل أباه من هذا قال له هذا صاحب هذا الكرسي هذا هو الخليفة الحقيقي فقال له المأمون إذن لماذا لا تعطي الرجل حقه قال يا بني الملك عقيم ولو نازعتني فيه لأخذت الذي فيه عيناك لقطعت رأسك هذا هو دينهم هذه خطبة أبي العباس السفاح الحمد لله الذي اصطفى الإسلام لنفسه تكرمة وشرفه وعظمه واختاره لنا وأيده بنا وجعلنا أهله وكهفه وحصنه والقوام به جعلنا أهله أهل الإسلام وكهفه كهف الإسلام وحصنه والقوام به والذابين عنه والناصرين له وألزمنا كلمة التقوى وجعلنا أحق بها وأهلها وخصنا برحم رسول الله وقرابته صلى الله عليه وآله هو الذي يقول صلى الله عليه وآله وأنشأنا من آبائه وأنبتنا من شجرته من شجرة رسول الله واشتقنا من نبعته من نبعته من شجرته الطيبة العصيلة التي يفوح منها العطر الطيب الزاكي وأنبتنا من شجرته واشتقنا من نبعته جعله من أنفسنا عزيزا عليه ما عنتنا حريصا علينا بالمؤمنين رؤوفا رحيما ووضعنا من الإسلام وأهله بالموضع الرفيع هذه أفصاف العترة الطاهرة ما هي أوصاف العباسيين ولكنهم هكذا فعلوا وهكذا ضحكوا على الناس مثلما يضحك المراجع ويصفون أنفسهم بأوصاف العترة الطاهرة في النجف وكربلاء مثلما تضحك الأحزاب الشيعية وتعد نفسها هي التي تمثل الإسلام الأصلي وهم سفلة لصوص سراق فاسدون ليس اليوم من أيام المعارضة ومن الأيام الأولى للمعارضة الشيعية العراقية هذا هو حالهم هكذا كانوا وهكذا هم اليوم ويزدادون فسادا دقيقة بعد دقيقة وثانية بعد ثانية هذا هو الواقع الموجود على الأرض ولا يوجد غير هذا ووضعنا من الإسلام وأهله بالموضع الرفيع وأنزل بذلك على أهل الإسلام كتابا يتلى عليهم فقال عز من قائل فيما أنزل من محكم القرآن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا هذه في بني العباس وقال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة وقال وأنذر عشيرتك الأقربين وقال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القرب واليتام وقال واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القرب واليتام يبحثون عن الخمس مثلما يبحث مراجع النجف وكربلا عن الخمس الحكاية هي الحكاية فأعلمهم جل ثناؤه فضلنا وأوجب عليهم حقنا ومودتنا وأجزل من الفيء والغنيمة نصيبنا تكرمة لنا وفضلا علينا والله ذو الفضل العظيم هنا تحريف في تأريخ الطبر وزعمت السبائية الضلال السبائيون هم أتباع عبد الله بن سبع فرقة ملعونة إنهم الذين أسسوا الغلو في الجو الشيعي لكن النواصب يصفون الشيعة بالسبائية فهنا حرف الكلمة أبو العباس السفاح هو يعرض العقيدة الشيعية ويتبنها ما قال أبو العباس السفاح وزعمت السبائية الضلال وإنما قال وزعمت الشامية الضلال يتحدث عن الأمويين هذا الكامل في التاريخ الطبر توفي سنة 310 للهجرة ابن الأثير صاحب الكامل في التاريخ توفي سنة 630 للهجرة هذه الطبعة طبعة دار الكتب العلمية إنه الكامل في التاريخ الجزء الخامس وهذه الطبعة الرابعة 2006 ميلاد وقد نقل ما نقل عن الطبري وغيره جاء في الصفحة السادسة والستين ما تحدث به أبو العباس السفاح وزعمت الشامية الضلال وهذا هو صحيح أما هذه الطبعة التي بين يدي فهي محرفة الكتب بشكل عام محرفة الكتب السنية محرفة والكتب الشعية محرفة والكتب المسيحية محرفة والكتب اليهودية محرفة الكتب محرفة إلى هذه اللحظة في الحقيقة لم يقع في يدي كتاب ليس محرفا إلى هذه اللحظة قد تقولون أهل القرآن القرآن معرف أيضا أحاديث أهل البيت بالمئات بالمئات أتعلمون كم عندنا من الأحاديث عن العترة الطاهرة تتحدث عن تحريف القرآن عن التحريف اللفظي وعن التحريف المعنوي صدقوني الأحاديث بالمئات تتجاوز الألف حديث أكثر من ألف حديث وبكثير وبكثير أكثر من ألف حديث عندنا في كتبنا وفي أمهات كتبنا الأصلية في الأدعية والزيارات وفي الأحاديث التفسيرية وحتى في أحاديث الأحكام والفتاوى مئات من الأحاديث تشير إلى تحريف القرآن وقد تحدثت عن هذا الموضوع في برنامج الكتاب الناطق يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع وستجدون الأدلة الواضحة الصريحة بشكل بين بحيث تكون النتيجة أن الذي يكذب هذه الحقيقة ليست شيعيا مئات مئات أكثر من ألف حديث بكثير وفي كتبنا القديمة الأصلية أحاديث أهل البيت واضحة صريحة في ذلك حينما أقول لكم من أن الأحاديث تتجاوز الألف لا أقول الكلام جزافا إنني أعرف مظانها وأحفظ هذه الأحاديث أحفظها بالنص أو بالمضمون إنني على طلاع تفصيلي بهذا الأمر لا أتحدث جزافا أتحدث عن تحقيق وتدقيق كاملين فهذا الذي جاء في كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير وزعمت الشامية الأمويون وزعمت الشامية الضلال أن غيرنا أحق بالرياسة والسياسة والخلافة منا فشاهت وجوههم بما ولم أيها الناس وبنا هدى الله الناس بعد ضلالتهم لماذا لأنهم يوهمون الناس أنهم مع العترة الطاهرة وأن العترة الطاهرة معهم هكذا يوهمون الناس وإلا متى هدى الله الناس ببن العباس متى والعباس أعلن إسلامه متأخرا فمتى هدى الله الناس بالعباسيين لكنهم يوهمون الناس مثل مثلما قرأ الآيات قبل قليل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وفسرها فيهم إلى بقية الآيات الأخرى التي هي خاصة بمحمد وآل محمد تحديدا بعلي وفاطمة وآلهما الأطيبين الأطهرين وزعمت الشامية الضلال أن غيرنا أحق بالرياسة والسياسة والخلافة منا فشاهت وجوههم بما ولم أيها الناس وبنا هدى الله الناس بعد ضلالتهم وبصرهم بعد جهالتهم وأنقذهم بعد هلكتهم وأظهر بنا الحق أرحض بناء الباطل أرحض بناء الباطل طهره نظفه ومن هنا يقال مرحاط المكان الذي يتنظف فيه الإنسان من القذارات والنجاسات أرحض بنا الباطل وأظهر بنا الحق أرحض بنا الباطل وأصلح بنا منهم ما كان فاسدا ورفع بنا الخسيسة وتم بنا النقيصة النقيصة تمت بهم اليوم أكملت لكم دينكم بالعباسيين وسيقولون هذا اصبروا علي إلى آخر الخطبة سيقولون هذا ورفع بنا الخسيسة وتم بناء النقيصة ما هم اليوم يتحدثون عن علي الزمان وعن حسين الزمان وعن 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 إنها الثقافة العباسية القذرة بتمام مهنها ورفع بنا الخسيسة وتم بنا النقيصة وجمع الفرقة حتى عاد النهس بعد العداوة أهلة عاطف وبر ومواساة في دينهم ودنياهم وأخوانا على سرر متقابلين في آخرتهم فتح الله ذلك منة ومنحة لمحمد صلى الله عليه وآله فلما قبضه الله إليه قام بذلك الأمر من بعده أصحابه لا يسيئون إلى الأصحاب يريدون أن يجذب الناس إليهم ما هم أنفسنا المنهج هو المنهج قام بذلك الأمر من بعده أصحابه وأمرهم شورى بينهم فحووا مواريث الأمم فعدلوا فيها ووضعوها مواضعها وأعطوها أهلها وخرجوا خماصا منها لم يأكلوا شيئا حراما ثم وثب بن حرب ومروان فابتزوها وتداولوها بينهم فجاروا فيها واستأثروا بها وظلموا أهلها فأمل الله لهم حينا حتى آسفوه فلما آسفوه انتقم منهم بأيدينا ورد علينا حقنا وتدارك بنا أمتنا وولي نصرنا والقيام بأمرنا ليمن بنا على الذين استضعفوا في الأرض منطق العباسيين الجدوت هو هو وختم بنا كما افتتح بنا وإني لأرجو ألا يأتيكم الجور من حيث أتاكم الخير ولا الفساد من حيث جاءكم الصلاح وكان العباسيون أفسد من الأمويين ملايين المرات الحال هو هو عباسيو اليوم أفسد من الأمويين الذين سبقوهم في بغداد وإني لأرجو ألا يأتيكم الجور من حيث أتاكم الخير يعني من حيث نحن ولا الفساد من حيث جاءكم الصلاح وما توفيقنا أهل البيت إلا بالله أي أهل الكوفة هذا الخطاب في الكوفة في النجف لأن الخلافة تأسست هنا مثلما تأسست الخلافة العباسية الجديدة في النجف وما توفيقنا أهل البيت إلا بالله يأهل الكوفة أنتم محل محبتنا ومنزل مودتنا أنتم الذين لم تتغيروا عن ذلك لماذا؟ لأنهم شيعة أنتم محل محبتنا ومنزل مودتنا الحال هو هو عامة شيعة لا يعلمون أن المرجعية عباسية هم يضحكون على الشيعة أتحفوهم أتحفوهم بالوثيقة الديخية ما رد أجيب الأسوان واحد قال لي أدر على شونه مستعجب على شونه مستعجب قلت لأخر بابا ما توصل النوبة إليها قال توصل وإطمئننا تركبهم يعني بش تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفط عبارة واحد من الأعلى أعتقد خمس سنة قال ليه مستعجب مش دارها قلية تركب يعني خلافا أغامي شيني كما تقول خلافا أغامي شيني دولة بكار حرفة سنة هو أش ديخ عرفيق أش ونص عباسي كنا على هذا وكلكم تعرفونا لأنه مارد أجيب الأسمان عرفة قال تركب مثل ما تركب نعم وغاية ديخ ومش لا مو علم إجمالي هذا هو واقع واقع الشيعة لا الواقع الشيعة هذا هو الله هذا واقع الشيعة وركب العباسيون وقالوا ديخ مثل ما يقول كمال الحيدري والله هذا هو واقع الشيعة هذا هو واقع الشيعة وركب العباسيون وقالوا ديخ وركب المراجع الطوسيون وقالوا ديخ وركب السيستاني وقال ديخ وهذا هو الواقع أنا أقرأ عليكم ليس من كتاب شيعي هذا هو كتاب الطبري تأريخ الطبري وهذا موجود في كل الكتب التأريخية بالمناسبة إذا ما رجعتم إلى كل الكتب التأريخية ستجدون هذه النصوص وهذه المعلومات وما توفيقنا أهل البيت إلا بالله يا أهل الكوفة أنتم محل محبتنا ومنزل مودتنا أنتم الذين لم تتغيروا عن ذلك وتاج تاج على الرأس يا أبا العباس السفاح وعلي وياك علي يا أبا العباس السفاح أطيح الله هذا هو الواقع ويضحكون عليكم يقولون لكم إن الذين ينشرون أحاديث الغيبة والظهور وأحاديث العلامات هؤلاء يريدون أن يضللوكم لا شأن لي بأولئك الذين لا يفقهونها أنا أتحدث عن الذين يفقهون هذه الأحاديث وأحدثكم عن برامج خناة القمر لا شأن لي بالآخرين وما توفيقنا أهل البيت إلا بالله يا أهل الكوفة أنتم محل محبتنا ومنزل مودتنا أنتم الذين لم تتغيروا عن ذلك ولم يثنكم عن ذلك تحامل أهل الجور عليكم حتى أدركتم زماننا وأتاكم الله بدولتنا فأنتم أسعدوا الناس بنا وأكرمهم علينا أسعدوا الناس بالمهديهم أهل الكوفة الكلام هو 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 فأنتم أسعدوا الناس بنا وأكرمهم علينا وقد زدتكم في أعطياتكم مئة درهم هذه الأعطيات الشهرية فاستعدوا فأنا السفاح المبيح والثائر المبير السفاح هو من أسماء أمهر المؤمنين في مرحلة الرجعة الزهور 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 هو من أسماء قائم آل محمد في مرحلة الظهور فهم يلتقطون هذه العناوية ويحرفونها مثل ما يفعل مراجع النجف آية الله العظمى الآية العظمى علي وأهل علي مو أنت يا أثول مو أنت يا أثول أنت أثول أنت جلمتين على بعض ما تعرفت عشي أنت رأسك مشحون بقذارات النواصل أي آية عظمى وأي آية صغرى وكان موعوكا كان مريضا من أبو العباس السفاح فاشتد به اشتد به مرضه فجلس على المنبر وصعد داود بن علي من أعمامه فقام دونه على مراق المنبر كان واقفا كان قائما أبو العباس جلس على المرقات التي كان قائما عليها داود بن علي كان قائما دونه وصعد داود ابن علي فقام دونه على مراق المنبر فقال يريد أن يكمل الخطبة التأسيسية الحمد لله شكرا 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 الذي أهلك عدونا وأصار إلينا ميراثنا الخلافة ميراث العباسيين لكنهم أقنعوا الناس من أنهم أهل البيت ومن أنهم العترة الطاهرة ومن أنهم يلبسون السوادة حزنا على الحسين الحمد لله شكرا 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 الذي أهلك عدونا وأصار إلينا ميراثنا من نبينا محمد صلى الله عليه المطبوع هنا صلى الله عليه لكنهم كانوا يقولون في بداية الأمر صلى الله عليه وآله بعد ذلك رجعوا وقالوا صلى الله عليه وسلم لما استتبلهم الأمر أيها الناس لا زال هذا الكلام كلام داود بن علي أيها الناس الآن أقشعت حنادس الدنيا الحنادس الظلمات الليل الحندس الليل المظلم الآن أقشعت حنادس الدنيا وانكشف غطاؤها وأشرقت أرضها وسماؤها وطلعت الشمس من مطلعها وبزغ القمر من مبزغه وأخذ القوس باريها وعاد السهم إلى منزعه ورجع الحق إلى نصابه في أهل بيت نبيكم أهل الرأفة والرحمة بكم والعطف عليكم أيها الناس إنا والله ما خرجنا في طلب هذا الأمر لنكثر لجينا ولا عقيانا اللجين الفضة والعقيان الذهب كذاب 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 كمراجع الكذابين كقادة الأحزاب الشيعية الكذاب أيها الناس إنا والله ما خرجنا في طلب هذا الأمر لنكثر لجينا ولا عقيانا ولا نحفر نهرا ولا نبني قصرا كذابون لا نحفر نهرا في مزارعنا الخاصة ولا نبني قصرا لنا ولا نحفر نهرا ولا نبني قصرا وإنما أخرجنا ما الذي أخرجهم الأنفة من ابتزازهم حقنا والغضب لبني عمنا لما جرى على علي وآل علي خرجنا غضبا لما جرى على بني عمنا ما جرى على طالبي أيها الناس إنا والله ما خرجنا نحن المتفضلون عليكم ليس هذا الذي يقوله الكشميري في خطاباته معكم وفي أحاديثه ويتحدث عن الأخماس التي يلتهمها التهاما هو ووالد زوجته السستاني نهرا في مزارعنا الخاصة ولا نحفر نهرا ولا نبني قصرا ولا نبني قصرا لمصالحنا الخاصة وما الذي فعله العباسيون العباسيون الدوانيقي الدوانيقي اقتطع قسما كبيرا من مدينة بغداد التي بناها جعلها قصورا له وللعباسيون وللعباسيين من أقربائه ولا نحفر نهرا ولا نبني قصرا وإنما أخرجنا الأنفة من ابتزازهم حقنا والغضب لبني عمنا وما كرثنا من أموركم كرثنا يعني أصابنا من السوء والأذى لما حل بكم وما كرثنا من أموركم وبهضنا من شؤونكم ولقد كانت أموركم ترمضنا ونحن على فرشنا ترمضنا أي أنها تحرقنا ألما عليكم ولقد كانت أموركم ترمضنا ونحن على فرشنا ويشتد علينا سؤسيرة بني أمية فيكم وخرقهم بكم يعني حماقاتهم وما كانوا يفعلون بكم وخرقهم بكم واستذلالهم لكم واستئثارهم بفيئكم وصدقاتكم ومغانمكم عليكم ثم يعطيهم عهدا لكم ذمة الله تبارك وتعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وآله وذمة العباس رحمه الله أن نحكم فيكم بما أنزل الله ونعمل فيكم بكتاب الله ونسير في العامة والخاصة بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله تبا تبا لبني حرب ابن أمية وبني مروان آثروا في مدتهم وعصرهم العاجلة على الآجلة العاجلة هي الدنيا والآجلة هي الآخرة يضحكون على الناس هذا هو منطق مراجع النجف وكربلاء ومنطق الأحزاب الشيعية القطبية القذرة تبا تبا لبني حرب ابن أمية وبني مروان آثروا في مدتهم وعصرهم العاجلة على الآجلة والدار الفانية على الدار الباقية فركبوا الآثام وظلموا الأنام وانتهكوا المحارم وغشوا الجرائم وجاروا في سيرتهم في العباد وسنتهم في البلاد التي بها استلذوا تسربل الأوزار وتجلبب الآصار الآصار العواقب والآثام التي بها استلذوا تسربل الأوزار وتجلبب الآصار ومرحوا في أعنة المعاصي وركضوا في ميادين الغي جهلا باستدراج الله وأمنا لمكر الله فأتاهم بأس الله بياتا وهم نائمون فأصبحوا أحاديث ومزقوا كل ممزق فبعدا للقوم الظالمين وأدالنا الله من مروان إنه يتحدث عن مروان الحمار آخر خلفاء بني أمية معروف ملقب بالحمار في كتب التأريخ فيتحدث عن مروان الحمار آخر خليفة من خلفاء بني أمية أمسكوا به وقتلوه بعد ذلك وأدالنا الله من مروان وقد غره بالله الغرور أرسل أرسل يعني أن الله فعل به هكذا أرسل لعدو الله في عنانه فسح له المجال يتحدث عن مروان الحمار أرسل لعدو الله في عنانه حتى عثر في فضل خطامه فظن عدو الله أن لن نقدر عليه فنادى حزبه وجمع مكايده ورمى بكتائبه فوجد أمامه ووراءه وعن يمينه وشماله من مكر الله وبأسه ونقمته ما أمات باطلة ومحق ضلاله وجعل دائرة دائرة السوء وحيا شرفنا وعزنا ورد إلينا حقنا وإرثنا أيها الناس إن أمير المؤمنين يشير إلى أبي العباس السفاح الذي قد بويع قبل قليل أول خليفة عباسي قلت لكم هذه الخطبة التأسيسية للدولة العباسية الأولى أيها الناس إن أمير المؤمنين نصره الله نصرا عزيزا إنما عاد إلى المنبر بعد الصلاة إنه كره أن يخلط بكلام الجمعة غيره وإنما قطعه عن استتمام الكلام بعد أن اسحنفر فيه شدة الوعق وادعوا لأمير المؤمنين بالعافية فقد أبدلكم الله بمروانة عدو الرحمن وخليفة الشيطان المتبعي للسفلة الذين أفسدوا في الأرض بعد صلاحها بإبدال الدين وانتهاك حريم المسلمين أبدلكم الله بماذا فقد أبدلكم الله بمروانة الشاب المتكهل المتمهل خلت لكم كان في العشرينات متكهل أي أنه ليس ليس نزقا هو شاب صغير في عمره لكنه في حكمة الكهول هذا المراد المتكهل الشاب المتكهل المتمهل المتمهل الذي هو صبور الذي لا يتصرف إلا عن دراية وروية هذا هو المتمهل فقد أبدلكم الله بمروانة عدو الرحمن وخليفة الشيطان المتبع للسفلة الذين أفسدوا في الأرض بعد صلاحها بإبدال الدين وانتهاك حريم المسلمين أبدلكم بماذا الشاب المتكهل المتمهل المقتدي بسلفه الأبرار الأخيار الذين أصلحوا الأرض بعد فسادها بمعالم الهدى ومناهج التقوى فعج الناس له بالدعاء بالدعاء لأبي العباس السفاح ثم قال دققوا معي ثم قال يا أهل الكوفة إنا والله ما زلنا مظلومين مقهورين على حقنا حتى أتاح الله لنا شيعتنا أهل خراسة هذه كلمات صاحب الزمان في ظهوره يا أهل الكوفة إنا والله ما زلنا مظلومين مقهورين على حقنا حتى أتاح الله لنا شيعتنا أهل خراسان فأحيا بهم حقنا وأفلج بهم حجتنا أفلجها نصرها وأفلج بهم حجتنا وأظهر بهم دولتنا وأراكم الله ما كنتم تنتظرون وإليه تتشوقون فأظهر فيكم الخليفة من هاشم وبيض به وجوهكم وأدالكم على أهل الشام ونقل إليكم السلطان وعز الإسلام ومن عليكم بإمام منحه العدالة وأعطاه حسن الإيالة فخذوا ما آتاكم الله بشكر والزموا طاعتنا ولا تخدعوا عن أنفسكم فإن الأمر أمركم وإن لكل أهل بيت مصرا وإنكم مصرنا لماذا لم تبقوا إذن في الكوفة لما ظهرت حقيقتهم خرجوا من الكوفة وأسسوا الهاشمية اقتربوا من الحلة وبعد ذلك خافوا أيضا من الهاشمية فانتقلوا إلى بغداد لأنهم في البداية كانوا يظهرون أنهم شيعة وأنهم من أولياء العترة الطاهرة فلما الكشف أمرهم شيئا فشيئا خرجوا من الكوفة إلى الهاشمية فصارت عاصمتهم في الهاشمية لا زالت آثارها إلى اليوم إنها الهاشميات والهاشمية قرب الحلة وخافوا أيضا من البقاء هناك فانتقلوا إلى بغداد وبنى المنصور مدينة بغداد فلم تكن هناك من مدينة أسسها من البداية أسسها بالنحو الذي يوفر لنفسه وللعباسيين الحماية والأمن والإنفراد بالحياة الهنئة هناك وإن لكل أهل بيت مصرا وإنكم مصرنا ألا والله انتبهوا إلى كلامه ألا والله ما صعد من بركم هذا خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأمير المؤمنين عبد الله بن محمد يشير إلى أبي العباس السفاح هذا هو الذي قلت لكم قبل قليل حينما قرأت ما قرأت من كلامه من أن الله أكمل النقيصة وأتم النقيصة بهم ألا والله ما صعد من بركم هذا خليفة بعد رسول الله إلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأمير المؤمنين عبد الله بن محمد يشير إلى السفاح وأشار بيده إلى أبي العباس فاعلموا فاعلموا أن هذا الأمر فينا ليس بخارج منا حتى نسلمه إلى عيسى بن مريم صلى الله عليه والحمد لله رب العالمين على ما أبلانا وأولانا ولم يشر إلى الإمام الحجة لأنهم هم الذين اتخذوا دوره ولذا سمى المنصور ولده بمحمد المهدي والمنصور اسمه عبد الله فوضعوا الأحاديث في أن القائم المهدي اسمه اسم رسول الله واسم أبيه اسم أبي رسول الله اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي وإلى اليوم عند السنة فالمهدي اسمه هكذا محمد ابن عبد الله نذهب إلى فاصل التجارب والعبر لا استطيع أن أحدثكم بتفاصيل التاريخ وماذا فعل العباسيون من إجرام وفساد هو هو كالذي يجري في النجف وبغداد على يد المرجعية السيستانية وعلى يد الأحزاب الشيعية في بغداد لكنني سأنقل لكم صورة مختصرة الوقت يجري سريعا وإذا أردت أن أسهب في التفاصيل فسأحتاج إلى عدد كثير من الحلقات وأنا أريد أن أجز لكم هذه المطالب أتعلمون كانت هناك مجموعة تسمى بالراوندية هذه المجموعة كانت زمان الدوانيقي زمان المنصور العباسي من هم هؤلاء الراوندية مجموعة من أنصار العباسيين الذين يعتقدون بألوهية المنصور ما هي الحكاية هي الحكاية في واقعنا الشيعي وخصوصا في الواقع الشيعي العراقي وين ما كو مطي وين ما كو بغا وين ما كو أذول تلقى الشيعة ملتم حوله وتنصبه إلها تدرون أن المنصور قبل الخلافة كان رادود كان رادود كان يتكسب بقراءة الأشعار على الحسين يدور على أحياء العرب ويقرأ الأشعار والقصائد التي تتضمن ذكر ظلامة الحسين رادود المنصور الدوانيقي قبل الخلافة قبل أن تتأسس الدولة العباسية كان رادود بعد أن وصل إلى الخلافة مجموعة من أنصارهم من أنصار المنصور الدوانيقي اعتقدوا بألوهيته وكانوا يتحدثون معهم صريحا من أنهم يعتقدون بألوهيته وما نهاهم وما وقف ضدهم بل كان يتواصل معهم وهذه القضية مذكورة في كتب التأريخ فما أنا الذي اصطنعتها لما سألوه لماذا لا يكون موقفك واضحا وصريحا من هؤلاء الذين يدعون ألوهيتك لماذا لا تقف منهم موقفا حاسما لماذا أنت تتواصل معهم لماذا تفسح المجال لهم ما هو الجواب هكذا أجاب لأن يكون في معصية الله وطاعتنا أحب إلي من أن يكون في طاعة الله ومحصيتنا أليس هذا هو منطق الواقع الشيعي اليوم في النجاف وفي بغداد ماذا تقولون أنتم لأن يكون في معصية الله وطاعتنا أحب إلي من أن يكون في طاعة الله ومعصيتنا ماذا نقرأ في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه أقرأ عليكم من طبعة ذوي القربة قموا المقدسة الطبعة الأولى هذا الحديث يبدأ في الصفحة الحادية والسبعين بعد المائتين إنه الحديث الثالث والأربعون بعد المائة رواية التقليد المفصلة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الإمام يحدثنا عن مراجع التقليد الضالين عند الشيعة الذين لا يجوز تقليدهم ما هي أبرز مواصفاتهم لا أريد أن أقرأ الرواية كلها وإنما سأقرأ عليكم هذا الملمح الواضح من ملامح مراجع التقليد الضالين الذين لا يجوز تقليدهم مثل ما يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه بماذا يعرفون يعرفون بإهلاك من يتعصبون عليه بإهلاكه وإن كان لإصلاح أمره مستحق بإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحق وبالترفق بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحق هذا هو الواقع الذي يجري أقول لكم صدقوني هذه المعلومة صحيحة وصحيحة جدا في هذه الأيام بعد أن تحدثت معكم عبر هذه الشاشة في هذا البرنامج وفي البرنامج الذي سبقه وأنا أحدثكم عن صناعة تيار فكري مجتمعيا يحمل هم العقيدة المهدوية بدأوا يخططون في النجف بدأ العباسيون الشيصبانيون يخططون في النجف أنا ما قلت شيئا وحق زهراء البتولي لا هو بتنظيم ولا هو بعمل سياسي ولا هو بمخطط لأجل أن أنتفع منه منفعة سياسية لا شأن لي بالسياسة أو أن أنتفع منه لتحقيق أمر أبغي الوصول إليه لزعامة دينية فأنا أقاطع الزعامة الدينية مضمونا ومفهوما ومعنا ومصاديق لا علاقة لي بأي زعامة دينية لا أدعو لزعامة دينية ولا أحارب زعامة دينية معينة أنا أتحدث وفقا لموازين ثقافة العترة الطاهرة لا أعبع بهم وماذا يفعلون لكنني أريد أن أضرب لكم مثالا على هذه الحقائق والوقائع التي تجري على الأرض وهي هي بعينها كانت تجري عند العباسيين الأوائل محمد رضا السستاني وبسرية بسرية شديدة أرسل ولده الكبير حسن إلى الكويت أرسله إلى الكويت وخرج من العراق من دون عمامه كي لا يشخص وأرسل معه من أرسل قطعا لا يذهب وحده لماذا أرسله إلى الكويت أرسله إلى الكويت كي يتصل بمجموعة شخصيات شيعية نافذة معروفة في الكويت أنا مطلع على التفاصيل لكنني سأحدثكم بالإجمال ماذا يريدون من ذلك محمد رضا السستاني باسم أبيه باسم المرجعية يطلب من هؤلاء الشخصيات الشيعية من الأثرياء والتجار الكبار أن يترصدوني إذا ما جئت إلى الكويت كي يؤذوني بقدر ما يستطيعون يريدون الإيقاع بأي وسيلة أنا لست خائفا من هذا ولا أشكو لكنني أقول لمحمد رضا لماذا لا تحاسب المفسدين في العتبة الحسينية والعتبة العباسية سرقة كبيرة سأحدثكم عنها إذا كان هناك متسع من الوقت أو سأترك الحديث عنها إلى حلقة يوم غد سرقة كبيرة تضخيم سرقة بغداد ومن أنها سرقة القرن مع أنها سرقة صغيرة بالقياس إلى السرقات الكبيرة في بغداد لا قيمة لها لأجل أن ينشغل الإعلام بها عن السرقة الكبيرة في كربلاء هناك سرقة كبيرة أموال العتبتين سرقت سرق سرقها كبار المسؤولين وحتى صغار المسؤولين واستثمرت ونهبت استثمرت ونهبت سرقة كبيرة أجواء العتبتين الحسينية والعباسية تشتعل نارا في الداخل الأوامر صدرت من محمد رضا السستاني أن يتستر على هذه الفضيحة ونفخ في سرقة بغداد من أنها سرقة القرن سرقات بغداد مئات المليارات ما قيمة سرقة القرن ملياران ونصف ما قيمة هذه السرقة لمئات ومئات من المليارات هذه التفاصيل تأتينا اتباعا الأمر هو هو إنهم يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقة منطق العباسيين منطق الدوانيق لأن يكون في معصية الله وطاعتنا أحب إلي من أن يكون في طاعة الله ومعصيتنا هذا هو منطق العباسيين المنطق واحد من هنا فإن إمامنا الصادقة وصف هؤلاء المراجع من أنهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه هؤلاء ألعنوا من الأمويين تلاحظون أن الحقائق واضحة إنها واضحة جدا فأرسل ولده حسن إلى الكويت كي يلتقي بشخصيات شيعية مؤثرة ونافذة في الكويت واتفق معهم على إيذاء بقدر ما يستطيعون وعلى الإيقاع بقدر ما يستطيعون ولكنه طلب في البداية منهم أن يجمع المعلومات عني ما الذي فعلته أنا وفي الوقت نفسه في الوقت نفسه لقد طلب من العديد من الشخصيات من المعممين ومن الضباط خصوصا الذين يعملون في المخابرات العراقية أن يدخلوا إلى الإنترنت باعتبار أني دعوتكم إلى العمل على الإنترنت في صناعة تيار فكري مجتمعي يحمل هم العقيدة المهدوية البعض منهم يعملون في الدولة لكنه اتفق معهم أن يظهروا أنفسهم أنهم متقاعدون وأن ينشروا الحلقات الأخيرة من برامجي التي تحدثت فيها عن صناعة عن صناعة تيار فكري مجتمعي يحمل هم العقيدة المهدوية كي يتغلغلوا في أوساط الذين يعملون على هذا الموضوع هو يتصور أن أمر سريا هناك أنا أقول له ليس هناك من أمر سريا وليس عندي من اتصالات مع الذين أخاطبهم أنا أخاطبهم عبر هذه الشاشة فقط لماذا لإفساد هذا المشروع وللإضرار به وللإضرار بالأشخاص الذين يعملون في هذه الأجواء فلذا أحذركم من أمثال هؤلاء الذين سيدخلون بأسمائهم الصريحة فإنهم يدخلون بأسمائهم الصريحة لماذا حتى تثقوا بهم عينما تجدون ضابطا برتبة كبيرة أو أستاذا جامعيا أو معمما متقدما في الدراسة الحوزوية ستثقون به فاحذروا من هؤلاء حينما أقول احذروا من هؤلاء ليس عندكم من شيء تخافون عليه لكن هؤلاء شياطين سيفسدون عملكم سيدخلون عليكم وربما يدخلون الأكاذيب عليكم من دون أن تشعروا وربما يبثون سموم الخلاف فيما بينكم من دون أن تشعروا وإلا فليس هناك من أمر تخفونه أنا قلت لكم اعملوا في العلان واصدعوا في العلان وتحدثوا في العلان واصفعوا هؤلاء على وجوههم وهناك تفاصيل أخرى البرنامج ليس معدا لكشف مخططات محمد رضا السيستاني ومرجعية السيستاني إنما هي أمثلة أما أنا فإني عليم بماذا يخططون وماذا يفعلون أنا لا أبالي به إنما جئت بهذا أمثلة على هذا الواقع العباسي الشيصباني الذي نعايش أيامه هذه نذهب إلى فاصل عن داوود ابن كثير الرقي قال قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادقي صلوات الله عليه ما معنى السلام على رسول الله فقال إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم المثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شيئة فيها قال لا خصومة فيها لعدوهم وأن يكون لهم فيها ما يحبون وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم المثاق بذلك وإنما السلام عليه تذكرة نفس المثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه أذهب بكم إلى النقطة الثانية النقطة الأولى دين العباسيين في الحقيقة هو موضوع كبير لكنني ماذا أصنع للوقت؟ أجملته لكم النقطة الثانية الحكومة العباسية حكومة ظاهرها خلافة إسلامية دينية وهذا الظاهر ظاهر رقيق جدا إذا ما اخترقناه فإنها فإنها منظومة عبث ولهو وفساد منقطع النظير منذ بدايتها منذ أول لحظة فيها إنها منظومة عبث ولغو ولهو وفساد وجريمة ودماء وتعذيب وقتل وكانوا يبحثون عن أفسد الناس كي يسلطوه على الناس من هنا كانت حقيقة الحكومة العباسية حقيقة حكومة المخنثين والخصيان والجواري ونساء الخلفاء وأمهاتهم التأريخ العباسي موجود بإمكانكم أن تعودوا وأن تقلبوا هذا التأريخ لو كنت أمتلك من الوقت الكافي لجئتكم بأمثلة كثيرة لكنني سأقرأ عليكم رواية من الكافي الشريف من الجزء الثامن وهذه الطبعة طبعة دار التعارف بيروت لبنان في الصفحة الحادية والستين إنه الحديث الخامس والعشرون بسنده بسند الكليني الذي توفي سنة ثلاثمائة وثمانية وعشرين للهجرة قبل انتهاء الغيبة الأولى بسنده عن عبد الله بن سليمان عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال قال أمير المؤمنين ليأتين على الناس زمان يطرف فيه الفاجر وفي بعض النسخ يضرف فيه الفاجر والمعاني متقاربة يطرف الفاجر يصبح طريفا ويضرف الفاجر يصبح ظريفا والمعنيان في مدحه يصبح طريفا يصبح شريفا فالطرافة هي من الكرامة ومن الشرافة بين أبناء المجتمع يعني أن الناس يقبلون عليه الناس يقبلون على من يعتقدونه شريفا كريما ليأتين على الناس زمان يطرف فيه الفاجر ويقرب فيه الماجن الماجن هو الخليع المتهتك الساقط أخلاقيا الذي يفعل المفاسد القبيحة ويفتخر بها أمام الناس ولا يبالي أن يوصف بالعوصاف القبيحة لأنه يشهر قبائح ويقبلون على الناس زمان يطرف ويضعف فيه المنصف ويأتين пользов acağنا أن تحرك هو هو ماذا حدثنا ماذا حدثنا الصادق عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى من أنهم يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان للإعزاز والإكرام مستحقا ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصب له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقة ما هو هذا منطق العباسيين الأوائل وهو منطق العباسيين الجدد المعاصرين خليفتهم في النجف أعوانه جلاوزته في المنطقة الخضراء في بغداد ليأتين على الناس زمان يطرف فيه الفاجر أو يطرف فيه الفاجر المعنى واحد ويقرب فيه الماجن ويضعف فيه المنصف قال فقيل له متى ذاك يا أمير المؤمن الإمام يتحدث عن العباسيين القدماء فقال إذا اتخذت الأمانة مغنما مثل ما هي أمانات الدوائر الضريبية في العراق سرقة سرقة هذه التي تسمى بسرقة القرن الآن تضيعا لسرقة القرن في العتبتين السستانيتين في كربلا فقيل له متى ذاك يا أمير المؤمنين فقال إذا اتخذت الأمانة مغنما غنيما هكذا كان يفعل العباسيون القدماء وها هم العباسيون الجدد يكررون الأمر نفسه إذا اتخذت الأمانة مغنما والزكاة مغرما الأموال الشرعية ما هو هذا منطق السستاني ومنطق الخوعي ومنطق مراجع النجاف الأخماس وهي في جيب الشيعي هذه أخماس أموال صاحب الأمر لكنها إذا وصلت إلى جيوبهم صارت مغرما صارت مجهولة المالك وحق الزهراء هذه فتواهم في كتبهم فقال إذا اتخذت الأمانة مغنما والزكاة مغرما هذا الأمر كان يجري عند العباسيين الأوائل ويجري عند العباسيين الجدد إذا اتخذت الأمانة مغنما والزكاة مغرما والعبادة استطالة تفضلا وتكبرا على الناس والعبادة استطالة وصلة منا قال فقيل متى ذلك يا أمير المؤمنين فقال إذا تسلطنا النساء وسلطنا الإماء وأمر الصبيان هذا المعنى كان موجودا زمان بني أميه لكنه بنسبة محدودة إذا أردنا أن نقايس هذا المعنى فيما بين الأمويين الأوائل والعباسيين الأوائل قد يكون بالنسبة واحد بالمئة تسلط النساء وتسلط الإماء وتسلط الصبيان والمخنثين في الحكم الأموي كان موجودا لكنه كان قليلا جدا بالنسبة للعباسيين الحكومة العباسية حكومة مخنثين حكومة جواري وإماء حكومة مأبونين هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان هذه ليست الزيارة الجامعة الكبيرة هذه زيارة أخرى تأتي بعدها موجودة في المفاتيح تسمى بالزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين لأنها تبدأ بهذه العبارة السلام عليكم أئمة المؤمنين وسادة المتقين هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين وهي تتحدث عن أحوال الأمويين والعباسيين وبشكل خاص عن أحوال العباسيين ما هو الدليل على أن الزيارة تتحدث عن أحوال العباسيين لأن الزيارة تحدثت عن إمامنا الكاظم وعن سائر أئمتنا الذين قتلوا زمان العهد العباسي هكذا جاء فيها يا موالي فلو عاينكم المصطفى وسهام الأمة مغرقة في أكبادكم ورماحهم مشرعة في نحوركم وسيوفها مولغة في دمائكم يشفي أبناء العواهر غليل الفسق من ورائكم وغيظ الكفر من إيمانكم وأنتم بين صريع في المحراب أمير المؤمنين وأنتم بين صريع في المحراب قد فلق السيف هامته وشهيد فوق الجنازة قد شكت أكفانه بالسهام إمامنا الحسن المجتبى وقتيل بالعراء قد رفع فوق القناة رأسه سيد الشهداء ومكبل في السجن قد رضت بالحديد أعضاؤه إمامنا الكاظم صلوات الله عليه ومسموم قد قطعت بجرع السم أمعاؤه إمامنا الرضا سائر أئمتنا وشملكم عباديد تفنيهم العبيد وأبناء العبيد فهل المحن يا سادتي إلا التي لزمتكم والمصائب إلا التي عمتكم والفجائع إلا التي خصتكم والقوارع إلا التي طرقتكم هذا هو الذي فعله خلفاء السقيفة بني ساعدة وما تفرع عنهم من الأمويين والعباسيين لكن العباسيين أجرموا أكثر وأكثر مدتهم طويلة دولة العباسيين في بغداد امتدت من سنة 132 للهجرة إلى سنة 656 للهجرة فعلوا ما فعلوا أجرموا ما أجرموا وأفسدوا ما أفسدوا تقول الزيارة تخاطب الأئمة صلوات الله عليهم وأنحوا عليكم سيوف الأحقاط وهتكوا منكم الستور وابتاعوا بخمسكم الخمور وصرفوا صدقات المساكين إلى المضحكين والساخرين هذا هو العبث واللهو واللغو والحقارة والانحطاط في جوف الدولة العباسية في جوف قصور العباسيين ما يقال له خلافة إسلامية كانت قشرة رقيقة ما إن تخترق حتى تظهر هذه الحقائق وأنحوا عليكم سيوف الأحقاط المأمون حاول تقطيع الإمام الرضا بالسيوف وأرسل عبيده والحكاية مفصلة وبعد ذلك قتله بالسم وأنحوا عليكم سيوف الأحقاط وهتكوا منكم الستور وابتاعوا بخمسكم الخمور وصرفوا صدقات المساكين إلى المضحكين والساخرين هذا هو حال العباسيين فقيل متى ذلك يا أمير المؤمنين فقال إذا تسلطنا النساء وسلطنا الإماء الجواري وأمر الصبيان في زماننا هذا العنوان الإماء بالحدود اللغوية ليس موجودا بحدود الحقيقة هناك إماء في العالم كله هناك استعباد للنساء هناك استعباد جنسي وهناك استعباد جسدي وهناك استعباد اقتصادي يسخرون المرأة يسخرون جسدها ومفاتنها لمصالحهم الاقتصادية في الإعلانات والدعايات هذا باب واسع باب الاستعباد المقنع في أيامنا باب واسع وكبير جدا لكننا لا نستعمل هذا المصطلح في أيامنا هذه في الجزء الثاني من إلزام الناصب للمحدث علي اليزدي الحائري إنها طبعة دار التوحيد بيروت لبنان في الصفحة الخامسة والعشرين بعد المئة سئل الصادق عليه السلام عن ظهوره عن ظهور صاحب العمر الضمير هنا يعود على ما سبق الحديث عن إمام زماننا سئل الصادق عليه السلام عن ظهوره عن ظهور القائم فقال إذا حكمت في الدولة الخصيان والنسوان وأخذت الإمارة الشبان والصبيان ليس هناك من إشارة إلى الإماء لعدم وجود الإماء بحدود اللفظ اللغوي في زماننا الحديث هنا عن العباسيين الجدد سئل الصادق عليه السلام عن ظهوره عن ظهور القائم فقال إذا حكمت في الدولة الخصيان والنسوان وأخذت الإمارة الشبان والصبيان وخرب جامع الكوفة من العمران وانعقدت الجيران فذلك الوقت زوال ملك بني عمي العباس الإطلاق إطلاق حقيقي فذلك الوقت زوال ملك بني عمي العباس وظهور قائمنا أهل البيت متى حينما يخرب جامع الكوفة أقرأ الرواية مرة أخرى تلاحظون أن الأمر هو هو لا بد أن يحكم لا بد أن يحكم لا بد أن يملك سئل الصادق عليه السلام عن ظهوره عن ظهور القائم فقال إذا حكمت في الدولة الخصيان والنسوان وأخذت الإمارة الشبان والصبيان ليس بالضرورة حينما يكون الحديث عن الصبيان عن صبيان الأعمار الحديث عن صبيان العقول ما هم الذين يعكمون نا البعض منهم شيوخ والبعض كهول لكن العقول لكن العقول عقول صبي في ثقافتنا الشعبية العراقية هكذا يقولون طول طول النخل هو عقل عقل الصخلة المراد من الصخلة الماعس العنزة العنزة الماعز أنثى الماعز هي هذه التي نقول عنها في تعابيرنا الشعبية العراقية الصخلة والكلمة عربية سخلة بالسين والسخلة هي بنت العنزة يقال لها سخلة لكن في ثقافتنا الشعبية العراقية نقول سخلة ونقصد منها العنزة الكبيرة هالشكل يقولون طول طول النخل وعقل عقل الصخلة سئل الصادق عليه السلام عن ظهوره زين إذا كان الكبير هذا حاله الديخ شنو وضعه هذا اللي يراكب على ظهرك طول طول النخلة وعقل عقل الصخلة أنت الديخ شنو حالك وين نخليك بيا خانة مصنفك على ماذا أحسدكم يا أيها الشيح على ماذا أحسدكم وعلى ماذا يحسدنا الآخر على طيحة حضن على طيحة صبغن على شنو سئل الصادق عليه السلام عن ظهوره عن ظهور القائم فقال إذا حكمت في الدولة الخصيان والنسوان وأخذت الإمارة الشبان والصبيان وخرب جامع الكوفة من العمران بسبب العمران الثلم الذي هو موجود في حائط مسجد الكوفة منذ سنة 2013 ميلادي هم يقولون بسبب العمران في المنطقة المجاورة لمسجد الكوفة بسبب ما عمروا من النفق القريب من المسجد المعروف بنفق مسلم بن عقيل هم المسؤولون والمختصون في مسجد الكوفة وفي الحكومة العراقية يقولون خرابوا حائط مسجد الكوفة بسبب الإعمار الذي حدث في نفق مسلم بن عقيل هذا النفق الذي هو نفق لحركة السيارات قاموا بإنشائه قرب مسجد الكوفة وخرب جامع الكوفة من العمران بسبب العمران من العمران وانعقدت الجيران هذه الروايات أنا شرحتها عدوا إليها وبالوثائق والفيديوات والتفاصيل في حلقات خاصة بها وخرب جامع الكوفة من العمران وانعقدت الجيران فذلك الوقت زوال ملك بني عمي العباس وظهور قائمنا أهل البيت إن شاء الله تاخذ أنا لا أقطع بهذه المعاني المعطيات هي التي تقطع بهذه المعاني بالنسبة لي أقول المعطيات المتوفرة تقطع بهذه المعاني لكنني أقول إذا توفرت معطيات جديدة أخرى تغير اتجاه المعاني فإنني سأسلم بها ولست معترضا ولا أؤمن إيمانا مطلقا بما تنتجه لي المعطيات المتوفرة فرقوا بين الإيمان المطلق بشيء وبين الإيمان بحسب المعطيات المتوفرة فرقوا بين هذين الأمرين أنا أؤمن بهذه المضامين بحسب المعطيات المتوفرة لكنني لا أؤمن إيمانا مطلقا إذا توفرت معطيات جديدة أطمئن لصحتها تغير اتجاه المعنى فإنني سأخذ بها لأنني لا أؤمن إيمانا مطلقا من خلال معطيات ليست كاملة إنما أتحدث بحسب ما يقع تحت يدي من المعطيات المتوفرة ولكن بعد تحقيق وتدقيق ومتابعة في جميع الاتجاهات نذهب إلى فاصل ماذا قال أمير المؤمنين عن العباسيين القدماء فيما يرتبط بعبثية الحكم ولهوه ولغوه وانحطاطه إذا تسلطنا النساء المشكلة ليس في سلطة المرأة الحكيمة ليست هنا وإنما في سلطة المغنيات والفاجرات في سلطة الساقطات والسافلات وفي سلطة قريبات الخليفة حتى لو كانت من أغبى الغبيات وهذا هو الذي جرى في زمن العباسيين الأوائل ويجري الآن في زماننا الأمير يقول عن العباسيين الأوائل إذا تسلطنا النساء وسلطنا الإماء وأمير الصبيان عن زماننا عن العباسيين الجدد الصادق يقول إذا حكمت في الدولة الخصيان والنسوان لا تنسوا المثليين الذين دخلوا على الخط إذا حكمت في الدولة الخصيان والنسوان وأخذت الإمارة الشبان والصبيان وخرب جامع الكوفة من العمران الحديث عن العباسيين الجدد وانعقدت الجيران فذلك الوقت زوال ملك بني عمي العباس وظهور قائمنا أهل البيت نحن في أيامنا هذه وفي العراق تحديدا أعلى سلطة في العراق عنوانها رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية في العراق بعد 2003 من نصيب الأكراد الأكراد فيما بينهم يتفقون على شخص وينتخذ في البرلمان الشيعة ينتخبونه ولا قيمة للشيعة في هذا الموضوع لأنهم سينتخبونه حتى لو لم يكونوا راضين عنه وكذلك السنة ينتخبونه ما هي الحكاية هكذا السنة يتفقون على رئيس البرلمان يقدمونه للبرلمان السنة انتخبوه لكن الشيعة ينتخبونه على الورق يختارونه في البرلمان على الورق فقط فقط في التصويت أصوات فارغة لا معنى لها ولا ضرورة لها سوى أن يضحكوا على الناس لأن الذين انتخبوا هم السنة وكذاك رئيس الجمهورية الأكراد انتخبوا الشيعة يصوتون له والسنة كذلك بطريقة أوتوماتيكية ورئيس الوزراء كذلك ينتخبه الشيعة النواب الشيعة الأكراد والسنة لا قيمة لأصواتهم سوى أنها أصوات لا حقيقة لها مضمون الصوت في فحواه لا في الموافقة أو المخالفة فقد يكون الصوت موافقا من دون وعي أو لأنه قد دفع لصاحبه المال أو لأنه هدد فلا قيمة للصوت حينئذ قيمته أنه صوت فحينما يؤتى برئيس الجمهورية لا قيمة لأصوات البرلمانيين الشيعة ولا قيمة لأصوات البرلمانيين الأكراد القيمة فقط لأصوات البرلمانيين السنة والحال مع رئيس الوزراء كذلك القيمة لأصوات البرلمانيين الشيعة لأن الأكراد سيصوتون له ولأن السنة سيصوتون له لا قيمة لأصواتهم والحال هو هو مع رئيس الجمهورية الأكراد هم الذين ينتخبونه هم الذين يعينونه ويجب على الشيعة والسنة أن يقبلوا به والخلاف قائم بين مجموعة البرزاني ومجموعة الطالباني وهذا الخلاف خلاف قديم رئيس الجمهورية رئيس العراق الشيعة صوت له ولا قيمة لأصواتهم والسنة صوتوا له ولا قيمة لأصواتهم الأكراد جاءوا به حزب الطالباني هو الذي جاء به عبداللطيف رشيد هو عديل جلال الطالباني الرئيس العراقي السابق عبداللطيف رشيد هو عديل جلال الطالباني يعني أن زوجته جلال الطالباني وزوجته عبداللطيف رشيد شقيقتان هيرو إبراهيم زوجة جلال الطالباني وشاناز إبراهيم زوجة عبداللطيف رشيد الذي جاء عبداللطيف رشيد رئيسا للعراق هيرو إبراهيم زوجة جلال طالباني لأن البرزاني لم يكن هو الذي عين عبداللطيف رشيد ومسعود البرزاني كان معترضا على برهم صالح حكاية السياسة في العراق أنا لا أريد أن أتحدث عن تفاصيلها وبالمناسبة هيرو إبراهيم زوجة جلال الطالباني كانت قد رشحته في المرة السابقة حينما رشح برهم رئيسا للعراق كانت تريد في تلك الفترة أن يكون عبداللطيف رشيد ولكن تغيرت الأمور بقيت على قرارها ما إن سنحت الفرصة حتى جعلت من زوج شقيقتها شاناز رئيسا للعراق ففي الحقيقة يا أيها العراقيون الذي نصب لكم رئيس العراق هي هيرو السيدة هيرو مع احترام لا لا شأن لي بها إنني أتحدث عن الواقع الذي عليه العراق سلطة النساء موجودة في الوسط السني أيضا وفي الوسط الشيعي أيضا أنا لا أريد أن أناقش هذا الموضوع هناك من النساء من يمتلكن أهلية أنا لا أريد أن أناقش هذا الموضوع هناك من النساء من يمتلكن أهلية في إدارة الأمور لكن الحديث هنا عن النساء التي لا يمتلكن أهلية الكلام بالإجمال العباسيون الأوائل سلطوا النساء والإماء والجواري والخصيان والصبيان والعباسيون الجدد كذلك من الآخر رئيسنا في العراق لم ينتخبه البرلمان البرلمان صوت والتصويت قد يكون ذا قيمة وقد لا يكون كذلك فهذه الأصوات لا قيمة لها ما كانوا يستطيعون أن يغيروه فرئيس العراق منصب من قبل السيدة هيرو زوجة جلال الطالباني والتي تتحكم بحزب طالبانيين الاتحاد الوطني رجاء اعرضوا لنا صورة السيدة المحترمة هيرو هذه صورة السيدة هيرو زوجة جلال الطالباني وهي شخصية قوية جدا وكان كلامها نافذا حتى على جلال طالباني أيام حياته وهي التي عينت لنا رئيسا للعراق عينت زوجة شقيقتها شاناس اعرضوا لنا الصورة الثانية للسيدة المحترمة هيرو هذه السيدة هيرو مع زوجها جلال الطالباني واعرضوا لنا صورتها مع السيدة الفاضلة حنان الفتلاوي هاتان السيدتان الفاضلتان هيرو وحنان الفتلاوي هل تنطبق الروايات او لا تنطبق ماذا تقولون انتم رئيسكم معين من قبل السيدة هيرو كذبوني كذبوني ولو بلقمة ما زلت انتم نذهب الى فاصل عن هارون ابن خارج عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال قلت جعلت في داك ما لمن اتى قبر الحسين زائرا له عارفا بحقه يريد به وجه الله تعالى والدار الآخرة فقال له يا هارون من اتى قبر الحسين زائرا له عارفا بحقه يريد به وجه الله والدار الآخرة غفر الله والله له ما تقدم من ذنبه وما تأخى ثم قال لي ألم أحلف لك ألم أحلف لك ألم أحلف لك عن عبد الله بن ميمون القداح عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال قلت له ما لمن أتى قبر الحسين بن علي زائرا عارفا بحقه غير مستنكف ولا مستكبر قال يكتب له ألف حجة مقبولة وألف عمرة مبرورة وإن كان شقيا كتب سعيدا لم يزل يخض في رحمة الله عز وجل رجاء أن يعرض لنا صورة السيدة شاناز إبراهيم هي شقيقة السيدة هيرو وهي زوجة رئيس الجمهورية في العراق يعني السيدة الأولى كما يقال في أيامنا هذه رجاء أن يعرض لنا صورة السيدة شاناز هذه السيدة شاناز وأعتقد أن وجه الشبه فيما بينها وبين شقيقتها السيدة هيرو واضح فقد عرضت قبل قليل عليكم صورا للسيدة هيرو إبراهيم اعرضوا لنا الفيديو الذي استقبلت فيه السيدة الأولى حينما جاءت إلى القصر الجمهوري إلى قصر السلام حيث يكون مقرا لرئيس الجمهورية وعائلته وعائلته وسأعيد سأعيد عرضه مرة ثانية لأجل أن تقارن فيما بينه وبين مجيء السيد الأول في العراق أتحدث عن زوجها عن رئيس الجمهورية حينما جاء إلى قصر السلام فشن والله فشن فشن عبداللطيف رشيد اعرضوا لنا الفيديو هذا فيديو السيدة الأولى وليس هناك من إشكال أو نقص أو إثارة في مجيئها جاءت محترمة لكن المشكلة ليست عندها المشكلة عند رئيس جمهوريتنا رجاء اعرض لنا الفيديو حرس الشرف لك بستار السلام الجمهوري حرس الشرف اعرض لنا جمهوري جمهوري المترجم للقناة 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 بالعربية الصحيحة كل الجمل المترجم للقناة المترجم للقناة أخرى باب القصر منها الجهة صورة سيد الرئيس هذا هو السيد باب القناة عباب القناة والطريق المترجم للقناة إمام هو هذا 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 تنصر الله تنصر الله لا 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 طلع هذا 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 ينصر الله منصر الله منصر الله ينصر الله عقل الرجل عقل الرجل عقل الرجل عقل الرجل عقل الرجل من طول لحيته ومن ومن سجع خاتمه من النقش الذي يكتب على الخواتيم ويعرف عقل الرجل من هديته ومن كتابه ومن رسوله هذه أشياء صغيرة لكنها تكشف عن الأشياء الكبيرة ما هذا رئيس جمهورية إذا لم يكن عارفا بالبروتوكول فهل نتوقع منه أن يكون عارفا بالأمور الأخرى وعلى هالرن أطحين شناعه ليش نواب صاحب الزمان خرطي وليش اللي انتخبه رسول الله خرطي بحسب صدر الدين القبوانشي رسول الله قال للشعب العراقي لأن عمناكم عينا وهذه النتيجة بليت بأعوري فشكوت منه فكيف إذا بليت بأعوريني وقت الحلقة صار طويلاً ولازال الكلام متواصلاً للحديث بقية نلتقي غداً إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعاً في أمان الله شكراً